بربط البداية مقالي ومقاله شرائين الأهل بتقول لي وانت كنت في زيارة قصيرة للرياض لمست شرائين الأهل ممتدة الحقيقة يعني انا كنت في عمل يعني خاص بس ازنت ان انا اطلع ثلاث يام بالزبط وفجأت في معرض معين بالربط مشاجعي النادي الأهلي بتخش عليها في المعرض وطبعا الربطة دي هي حديثة التكوين ربطة الأهلوية في سوريا في الرياض ربطة تشكلت السنة اللي فاتت ولكن سيب بصمة عميقة جدا يعني في كأس العالم الكرة الهد ويسأل بقى الموانز السراج لانه اشادوا كثيرا به وعند تلحموا معهم وتسليق تسيل الكثير من الأمور لزيادة وتفعيل حضور مكسف لجميع الأهل اللي ما كانوش حصة في التذاكر ولكن إذا هذا الاهتمام وهذا الإقبال وهذا التدخل والضغط اللي حصل جماهريا بمساعدة رئيس بعثة الأهلي لكورتلياد تحددت حصص مهمة وتجاوزوها جمال يعني خادوا حصص إضافية لما لقوا إن الأهلي بعد ماتش الأهلي وبينفيكا اللي كسبوا النادي الأهلي يعني حيبقى من عناصر نجاح البطولة مؤكد فالكلام ده يعني يسعدني لأن الحاجة لما بتتولد صح بتبقى صح لما بتتولد مؤسرة وصح بتبقى بصمة أدى هذا النجاح وهو إفراز لنجاح بطولة كورت السلة اللي في كويت جماهيرية وقالوا لي إن هم سفروا بكسافة عشان يعملوا أول فكر لاندماج مشجعي الأهلي في الخليج اللي يسهل انتقالاتهم عشان وراء الأهلي في كل مكان وانت واقف يعني قالوا لي إحنا عايزينك تيجي تحضر معانا وانا احتفل مشكورين كرموني ولايتم جابين لدرعب صورتي بصرعة عمل يعني أنا مثلا وصلت تاني يوم صورتي ونسل نادي الأهلي وسلمهولي وقالوا لي يا عايزين بقيت الرابط عايزين نلتقي بيك بعد ما خلصت رحت معاه ويعني عزموني على العشاء العشاء فاخر جدا بس أنا كنت متعاش والله ما قدرتش بس كان لازم أن أنا يعني أحضر تشاركهم لا أشاركهم والتقطنا الصور أنا طلبت منهم يبعتولي الصور إذا كانوا بعتوها برضو يمكن نحييهم وسلم عليهم على الهوى نمازج مشرفة جدا وده يا أستاذ إبراهيم لأنه فتحوا معي مواضيع بقى كيف يستفيد الأهلي من جمهريته وصلنا إلى أفكار محددة أنا شخصيا حتى بناها بشرط أن هما يطرحوها بشكل يعني يوثقوه ويبعتولي ونبدأ نشوف كيف السفيد الأهلي من هذه الجمهورية الكاسحة العريضة في كل مكان وخصوصا الخليل الناس متحمسة والناس على تواصل يعني اللي حيحصل لنا حيبقى تقدر تكراره في كل مكان دبي أنت شفت وانت كنت معنا دبي والدوحة الحقيقة بس إحنا في الدوحة كنا في فقاعة مقدمنا إنما في دبي وفي العين وفي أبوضبي لا الناس متفاعلة جدا ومستنية وعجمان يعني عايزين نتبنى هذا الفكر لذلك أنت يعني لما لقيتك حتت مقالة مقالة أوحيت لي بأن أنا أبتدي رغم نكسل العالم تفعيل شرايين الأهلي آه تفعيل شرايين الأهلي والاستفادة من هذه الشرايين في ضخ دماء وتبعث على حيوية الإعلاقة بالأهلي وجماهير والاستفادة المتبادلة خاصة أنه ده شغل تسويقي بحت يعني كمان ده استثمار في الأصول هنرجع تاني نقول أن قيمتك التسويقية مرتبطة بعدد جماهيرك وشغفهم وارتباطهم بالرعاة اللي بيجوه لك وحن لما بنقول لجماهير الأهلي نساعد الأهلي إزاي بنوكوا تساعد الرعاة بتوعب تجروا وتلهسوا على المنتج بتاع الرعاة عشان الراعي ليجي النادي الأهلي يتمسك به وما يسيبوش أبدا لأن كل رعي بيجي وخش بعد ما بيسيبوا يقول يا ريتني كملت لكن السباء يبقى سباء في صالح النادي الأهلي وفي صالح الرعاة فأرجو من جماهيرنا في كل مكان الإقبال على رعاة النادي الأهلي لدركة البنك الراعي حينك أبوظبي يوم الأربعة اللي جاي مؤتمر تقديم المؤتمر الصحفي لتقديم الراعي التاني للبنك الرئيسي أو البنك الراعي للنادي الأهلي بنك أبوظبي حقق واحد من قيادات هذا البنك في الرياض في الرطة وعنص الفاعل كان فرحان جدا لما يعني يا رب كده وهو ده الناس اللي بتتكلم هو ليه الأهلي بيأخذ أرقاب لأن الباقة بتاعته عمالها تتمدد ملهاش سأف يعني مش الحقوق دي وخلصنا والأهلي الحقيقة يجيد يعني زيادة زيادة ما يمكن الباقة وما يمكن أن يعطيه للرعاة وحاجة طمئنك لمستقبل الاستفادة من شعبية الأهلي وتعظيم قيم التسوقية يعني ناشنال وانترناشنال ترجمة نانسي قنقر